مشاهدين حسيب دلوقتي حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع محمد الشازل تفضل يا محمد شكراً منا تسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي بقاة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و1973 وشهدت الاحتفالية حضوراً واسع النطاق شامل عدداً من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجيه الكلية الدفعات بين عامي 1969 و1973 وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء الأسبقان الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة هذا إلى جانب الدكتور عمر طلعط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة أفد مصدر مسؤول أن مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتواصل لتهدئة بغزة والسماح بإدخال المساعدات مشيراً إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي وأكد المصدر أن الجهود المصرية تتحظى بدعم دولي للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوبة مع تلك الجهود مشيراً إلى أن اتصالات مصر المكثفة تأتي لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وأكد المصدر المسؤول أن لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة مشيراً إلى أن الحركتين أظهرتها المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع وأوضح المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة كما أكد المصدر أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي منوهاً إلى أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب تعبيراً عن غضبهم حيالاً ما يعتبرون أنه عجز لدى حكوماتهم عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وتحرير المحتجزين وطلب المتظاهرون الذين رفعوا أعلاماً وصوراً للمحتجزين باتفاق فوري لوقف الحرب مشيرين إلى أنه كانت هناك فرص لا حصر لها لإنهاء هذه الأزمة وأن الحكومة الإسرائيلية نسفتها كلها نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي سابق قولهما إن الولايات المتحدة حذرت إيران في الأيام القليلة الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل وذكرت أنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هجمتها طهران مجدداً وكان موقع أكسيس قد ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لمتواصل على البلاد منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023 إلى 1968 قتيلاً و13319 جريحة ولفتت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال شن الجمعة الماضية 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في محافظات النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل وضاحية بيروت الجنوبية أكد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن مصير بلاده في أيدي الناخبين وفي تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية أشار ترامب إلى أنه سيرحل ملايين المهاجرين حال انتخابه محذراً من أن كل مدينة في الولايات المتحدة ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير إذا فازت هاريس بالرئاسة تعهدت المرشح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كمل هاريس بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إذا فازت بمنصب الرئيس كما تعهدت هاريس في تجمع انتخابي بولاة كارولينا الشمالية لأن تكون رئيسة لجميع الأمريكيين واختتمت كلمتها بالتعهد كذلك بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل